الحمد لله وكفى وسلام على عبدين الذين اصطفى على سيام النبي المشتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام والبيت العظام المستكملين الشرفة وبعد كتاب الطلاق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال الامام ابن ماجة رحمه الله كتاب الطلاق باب الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حلت للازواج نعم قال الامام رحمه الله يعني كأنه يقول وهذه العدة قد انتهت بالوضع حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة صاحب التصنيف ثقة ثبت امين روى له الجماعة الى تلمدي قال حدثنا ابو الاحوص ابو الاحوص الامام الثقة الحافظ الثبت سلام ابن سليم الحنفي قال عبد الرحمن ابن مهدي وثق ابن مهدي وقال ابن معين ثقة قال العجلي ثقة صاحب سنة عن منصور عن منصور ابن المعتمر ومن ثقات الازبات روى له الجماعة عن ابراهيم ابراهيم النخي ومن ثقات الازبات روى له الجماعة عن الاسود خاله على السود من ثقات الازبات هذه سلسلة مرصاعة من أهل الكوفة ثقات الازبات عن ابو السنابل رضي الله عنه عنه ارضاه قال وضعت سبيع الاسلامية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها تشوفت يعني تشوفت للخطاب هيأت نفسها للخطاب وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد مضى أجلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر مع آسفة مرة ثانية أنا أعتذر قال الإمام ابن ماجر رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة صحب التصنيف ثقة ثبت أمين قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر من ثقات الأدوات روى له الجماعة أيضا عن داود ابن أبي هند قال أحمد هو أذبت الناس في أبي معاوية محمد مخازم الدرير وثقه ابن معين وأيضا العجلي عن داود ابن أبي هند عن رحظة أنا ياسف عن داود ابن أبي هند الإمام الحافظ الثقة أو محمد الخرساني وثقه النسائي ابن معين وأيضا قال ابن عين ثقة عن الشعبي الشعبي عامل من شرحيل الثقة ثبت الأمين من خيار التابعين والشعبي هو الذي قيل له كيف بلغت ما بلغت قال بصبر كصبر بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب حياكم الله جزاك الله خيالي عن مسروق المسروق ابن الأجدع أبو عائشة وهو من خيار التابعين أعتقد أنه مخضر صحيح؟ مخضر أبو أدرك زمانين نعم وعمر بن عطبة مقرورا به نعم أنهما كتب إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير فمر بها أبو السنابل ابن بعكك فقال قد أسرعت اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي قال ومما ذاك فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي حدثنا قالت فقال لها إيش إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي حدثنا نصر بن علي نصر بن علي والجهدمي نصر بن علي والجهدمي محمد من أسفقات الأذبات تلو له الجماعة ومحمد بن بشار محمد بن بشار بندار مقرورا به ومن ثقات الأذبات شيخ من الأصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد الله بن داود عبد الله بن داود الإمام الحافظ القدوة قال ابن معين ثقة وقال ابن سعد ثقة والنسائي أيضا نصقه أبو زرعة قال ثقة قال أبو حاتم صدوق قال حدثنا نشام بن عروة نشام بن عروة من ثقات الأذبات يدلس لا يدلس إلا عن ثقة وهو من أرفع الناس إرواية عن أبيه عن أبيه عروة بن الزبير وهو من الفقاء السبع عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعا أن تنكح إذا تعلت من نفاسها حدثنا محمد بن المثنى وقريم محمد بن بشار شيخ الأصحاب الكتب الستة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ومن ثقات الأذبات وهو أذبت الناس في الأعمش لكنه كما قلنا قبل ذلك بأنه يرى الإرجاء والبدعة على مقعدنا على قول المحققين من المحدثين البدعة لا تسقط الرواية عن الأعمش سليمان بن مهران نعم هو كما قال الذهبي إذا قال أقبارنا وأحدثنا فأضع عليه بالنواجز عن مسلم عن مسلم أي مسلم عن مسلم النصبيح القرشي أبو الضحى وهذه كريته ثقة حجة كما قال الأمام عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وهو صاحب الجليل ترجمان القرآن كما قال من أرام أن يأخذ القرآن غدا طريقا فعليه بن أم عبد نعم قال والله لمن شاء لا عنا لأنزلت سورة النساء القصرة بعد أربعة أشهر وعشرة يعني أن سورة النساء الكبرى منسوخة الآية هذه منسوخة بهذه في الحامل يعني نعم انتهى طيب هذا إذا نبدأ المسألة مسألة هنا صورتها امرأة حامل وتوفي عنها زوجها الحق نوع اعتورتها آيتان لأن الكلام هنا على العدة ما تتحلل الخطاب هنا اعتورتها آيتان بالنسبة للعد الآية الأولى قول الله للفعل والذين يتوفون منكم واذلون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذه عام على الجميع وجاءت آية خاصة قال الله وَأُلَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَالُهُنَّ أَيَّا وَضَعَنَا حَمْلَهُنَّ هذه عام من وجه ومخصوص من وجه هذه عام في كل الأحمال هذه أستغفر الله خاص في الأحمال في أولاة الأحمال عام في المتوفة عنها والمطلقة والآية الثانية خاص في المتوفة عنها عام في كل في 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 كل الأزواج والذين أتوفون منكم أذرونها دخل بها وما ندخل بها الغلط المقصود هنا اعتبرتها أيتان فبأي الآيتين نأخذ فبأي الآيتين نأخذ وما عدتها لا سيما أن أبا السنابل دخل فأنكر على صباية الأسلامية عندما تهيأت للخطاب عندما تهيأت للخطاب قال لها أبو السنابل يا لكع تريدين النكاح لا حتى يبلغ الكتاب أجله هو حقنا وكان يريدها هو كان يريدها وعلم أنها تعجلت تريد خاطبا فقالت لممت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت استغفر لي حتى آخر الحديث المسألة الفقهية تعلق بهذا الحديث المهم جدا المسألة الأولى صحة النسخ وإجماع الصحابة على ذلك صحة النسخ وإجماع الصحابة على ذلك وهذه المسألة تأخذ من قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ورضاه أنما قال والله لمن شاء لا عنه لأنزلت صورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرة لنساء الكبرى وهذا القول من ابن عباس يبين أن هذه الآية لأولاة الأحمالي ناسخة لأربعة أشهر وعشرة يعني يفهم منها ذلك فقد نقول به وقد لا نقول به كأنه يقول لا أحد يقول بأن قول الله يرعى الذين وتفعونا منكم ناسخة لأولاة الأحمال أجلون أن يضعنا حملهن بل العكس هو الصحيح في هذا الباب عمتنا هذه مسألة كما قلنا نقف عندها لأنها فيها رد على معتزلة العصر والمعتزلة التي ظهرت الآن نبتة السوء التي ظهرت ترد حديثنا مسلم وأيضا تحر في كتاب الله جل في علاه وهم أصالت أن يقدمون أنفسهم بين أداء الله ورسوله ويقولون لا نسخ وأيضا دلال على النسخ وأن النسخ كان معروفا عند الصحابة بل متفق عليه بل الإجماع على جواز النسخ بل الإجماع على وقوع النسخ في الكتاب وأصله قول الله وعلى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها وأيضا قول الله للفعل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فنسخ الله العالم أن يقف مسلم مؤمن أمام كعشر من الكفرة جعل الوقوف يصمد المؤمن أمام اثنين من الكفرة وهذا أيضا وقوع النسخ هنا في الكتاب ظاهر جدا في هذا الباب وأيضا النسخ في السنة ظاهر متفق عليه بين الصحابة عندما قال من السلام كنت قد نهيتكم عن الانتباذ ألا فانتبذوا هنا سخها الآن ولا تشربوا مسكرة وأيضا قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكروا بالموت الغرض المقصود بأن هنا النسخ ثابت وفيه رد على هذا الذي يسمى عدنان الجاهل وأعتذر أنني قلت بذلك لكنه حقا جاهل لا يعلم شيئا يهرف كثيرا بما لا يعرف وأيضا سيحط الجهل أمثاله الذين يهرفون بما لا يعرفون ويريدون حتى تحريف القرآن لا رد السنة فقط بالجرأة الجريئة هذه بل وأيضا تحريف القرآن فالنسخ ثابت والنسخ لا يكون إلا بكتاب الله جل الفعلاء بآية كما قال الله جل الفعلاء ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخارب منها أو السنة على التفصيل الذي فصلناه في كتب الأصول وهذه مسألة أردت لفت الانتباه إليها لذلك صدرت الباب بها وإن كانت هي الأخيرة لكن صدرت الباب بها حتى نرد على هؤلاء الذين يعني قد تمذهبوا من مذهب المعتزلة الحديثة وردوا حديثنا وسلم وأيضا أردوا تحريف الكتاب وتحريف آي الكتاب المسألة الثانية مسألة مهمة جدا وهي إتيان هذه المرأة الصباية الأسلامية عندما داءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت استغفر لي تأخذ من هذه مسألة مهمة وهي أن الإنسان إذا زل وإذا أخطأ فما بلتوبة مفتوح إلى يوم القيامة كما قال الله جل فعلا دوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو إلى الغرغرة لذلك قد قال الله جل فعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وفيها أيضا تعريم المسلم المكلف العابد لرب جل فعلا بأمرين الأمر الأول أنه ليس معصوما وقد يزل وقد يخطأ هؤلاء الصحابة الأخيار الأماجد والذين وسمهم الله ورعلا في كتابه بأنهم خير بشرية بعد الأنبياء والمرسلين قد خلقها الله جل فعلا عندما قالوا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وأيضا قد بيّن الله جل فعلا أن هؤلاء أن هؤلاء هم أفضل الناس عند الله لقد راضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وفيهم من أخطأ فيهم من عصى فيهم من حدث منه بعض التعدي سهوا أو جهلا أو غير ذلك وقع وقع للبشرية مع أنهم خير البشر على الإطلاق وهذا فيه دلالة على أنه الإنسان ليس معصوما بحال من الأحوال قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبونه فيستغفرونه فيغفر لهم وبل قال الله عن الأنبياء الذين هم خيرة البشر وعصى آدم ربه فغوا لكن هنا التعليم والتأديب بأن الإنسان لو وقع في مثل هذا فعليه أن يبادر وأن يسارع أن يستغفر ربه دل في علاه أن يتوبى أن تكون سرعة الفيئة أو التوبة إلى ربي دل في علاه ولسان حالي في كل حال حين وآن وعجلت أليك ربي لترضى لذلك جاءت سبيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت استغفر لي وهذا فيه دلالة أيضا على جواز طلب الدعاء من الغير لا سيما كان من الصالحين أو كان يظنون أنه من أهل الخير فطلب الدعاء منهم جائز خلافا لما قاله شيخ الإسلام وغيره بأنه خلاف الأولى أو أنه مكروه والصحيح الرائح أنه ليس إلا أنه على الجواز ليس مكروها وليس خلاف الأولى والأدلة على ذلك كثيرة فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبعون ألفا ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب قال عكاش بن محصن يا رسول الله أدعو الله أن نكون منهم قال قال أنت منهم وأيضا بنت ملحان لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أدعو الله أن نكون منهم قال أنت من الأولين ولم ينكر عليها أنها طلبت الدعاء منه وأيضا جاءت أم سليم بأنس قالت خوايدمك أنس يا رسول الله اضعوا الله له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد ولم ينكر عليها ونفسلم ينكر على المكروه نعم كما ينكر على المحرم وأيضا قد طالب النسلم الدعاء وأن كان هذا الحديث ضعيفا لكن نستأنس به لما استأذن عمر الخطاب النبي السلام في العمرة قال له لا تنسنا من فضل دعائك يا أخية لا تنسنا من دعائك يا أخية وهذه فيها دلالة على الإقرار بل إمعان فيه الجواز بطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قد قال النبي سلام هذا قولا وأمرناه الآن قال النبي سلام خير التابعين ويس القرن خير التابعين ويس ثم ذكر عصافه قال هو كان به برس ثم شفيا منه إلى موضع الدرهم له أم هو بها بار هذه العلمة له أم هو بها بار من قال ثم من مراد فذهب عن الخطاب لما أتى من اليمن فسألهم أنتم من قرنس من مرات قالوا نعم قال أفيكم أويس قالوا لا نعرف ما دل له إلا رجل قال ترى هذا الرجل الذي يجلس بعيدا بثياب الرثة هذا هو ويس فذهب إليه أمر القطاب قال أنت أويس قال نعم قال لك أم أنت بها بار قال الحمد لله قال أنت من قرنس من مرات قال نعم قال كنت مصابا بالبرص وشفيت منه إلا موضع الدرهم قال نعم قال استغفر لي قال من قال استغفر لي قال أنا استغفر لك أمير المؤمنين قال نعم سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وقص عليه الحديث فطلب منه الاستغفار وهذا طلب دعائه الآن من الغير فهذه فيها دلالة وضحة جدا على جواز الدعاء طلب الدعاء من الغير قال تستغفر لي يا رسول الله اعظم ما تطلب منه ان يستغفر ان يغفر الله للانسان الزلات والسقطات والهنات يعني انا محدثكم يعلم الله ان الانسان بلغ ذنوبه عنان السماء لكني اطمع في قلم الرحمن سبحانه جل في علاه وانه قال يا ابن ادم لبلغ ذنوبك عنان السماء فاستغفرتاني غفرت لك على مكان منك ولا ابالي قال يا ابن ادم لأتيتاني بقراب الارض خطايا ثم لقيتاني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة لما اغفرها رحمة الراوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم الغرض المقصود بان طلب الدعاء من الغير لا سيما من العلماء من الابرار من الذين يتوسف فيه من انسان الصلاح والخير فهذا انا اراه مستحبا او اراه على الاقل على الجواز ويميل اكثر الى الاستحباب في هذا الباب لانه الانسان يلتمس الاقرب استجابة للدعاء الاقرب استجابة للدعاء الولد اذا ذهب الى ام يعلم ان النساء اقرب الى اجابة الدعاء وانهم الاشفق عليهم عند الدعاء الغرض المقصود ان هذا يبين لنا الجواز او الاستحباب طلب الدعاء من الغير لا سيما من كان من الصالحين عفوا المسألة الثالثة المسألة من الهمية بمكان وهي ما هي عدة المرأة التي توفي عنها زوجها ما هي عدة المرأة التي توفي عنها زوجها ان كانت حاملا فهنا الكلام على وصف مقيد عدة المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا الحق بنادي المسألة اختلف فيها العلماء وحدث الخلاف حتى بين الصحابة بين التابعين عندما ظهرت المجادلة بين ابي سالم ابن عبد الرحمن لابن عباس رضي الله عنه ارضاه وذكر عنده المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا قال عدتها اجلها ابعد الاجلين قال عدتها ابعد الاجلين وهذا ما ذهب لي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه قال عدتها ابعد الاجلين واستدلوا على ذلك بالجمع بين الدليلين وحقا من جهة النظر هذا اقوى ما يكون من الاقوال اذا اعمالوا الدليلين خيروا من اهمال احدهما وقد قال الله جل في علا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله جلاله في أعلى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر وعشرة حفظكم ربي وجعل ذلك في موزين حسنتكم وثبتني وإياكم على هذا الخير العميم وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد أنشه ذلك بين الناس فالغرض المقصود أن أبعد الأجلين قاله علي بن أبي طالب وقاله ابن عباس رضي الله عنه وعرضاه قال أبعد الأجلين ونظر في ذلك وطبعا نعم سيأتي لا تتعجل زرعك الله سمرت هذا كلام علي بن أبي طالب وفيه قوة من النظر وقوة النظر فيه أنه يعمل بالدليلين والدليل الأول هو قول الله للفعلاء والذين يتوفون منكم ويذلون أزواجا يتربصن ومصريننا أربعة أشهرين وعشرة وقول الله يدفع لها وولئات الأحمال يأجلهن أن يضعن حملهن فقال إن كان الحمل قبل الأربعة أشهر وعشرة اعتدت أربعة أشهر وعشرة وإن كان العدة بأربعة أشهر وعشرة الحمل بعده تعتد بوضع الحمل هذا ما قال ابن عباس أبو سلم عارض ابن عباس فجاء أبو هريرة فعلم بالمناظرة فقال أنا مع ابن أخي أبو سلم بن عبد الرحمن فبعثوا إلى أم سلم فأم سلم أحالت على سبيعة فقالت سبيعة يعني أني تهيأت للخطاب فدخل علي أبو السنابل فقال لا يلك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت جمعت علي ثيابي فذهبت للنسان فقالت تحللت لخطاب القول الثاني قول جمهير أهل العلم من الخلف والسلف وهم قالوا بأن عدة المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها الوضع عدتها الوضع واستدلوا على ذلك بحديث الباب استدلوا على ذلك بحديث الباب عندما جاءت سبيعة الأسلامية وقد ولدت بعد موت زوجها بقليل الحديث في رواية قال ما نشفت إلا أن ولدت فتهيأت يعني تهيأت للخطاب فلما قال لها أبو السنابل لكع تريدين الزواج لا حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم تحللت للخطاب أو قال إن جاءك الرجل الصالح فاقبلي وهذا فاصل في النزاع الحق بأن هذا فاصل في النزاع وقول الجمهور هو الصحيح وإن كان قول علي بن أبي طالب وقع ابن عباس فيه شيء من قوة النظر للجمع بين الدليلين لكن نحن ندور مع مراد الله حيث دار وندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار فالصحيح الوارح أن سبيعة فاصلة في الخطاب لأن القصة واقع عليها وأن زوجها مات وهي حامل وكانت قريب الأولادة فلما ولدت قال لها سلم تزوجي الرجل الصالح إذا أتاك قال تحللتي للخطاب ويبقى لنا الكلام على كلام ابن عباس نقول نعم قد نحمل الأمر على أبعد الأجلين لو لم يأتي الحديث الفاصل في ذلك وهو حديث سبيعة الأسلامية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد تهيأتي للخطاب وبين المراد من ذلك وكما قلت نحن ندور مع مراد الله حيث دار وندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار وكان مراد الله في الآية هو تخصيص المرأة الحامل إذا ولدت وتوفي عنها زوجها فإن تعلت من نفاسها كما في حديث المصور إن تعلت من نفاسها أنها تتزوج الفوائد المستنبطة هذا الراجح الصحيح الفوائد المستنبطة من الأحاديث أولها ليس عيبا عن المرأة أن تهيئ نفسها للزواج بأن تجر أحدا أن يخطبها أو يتزوجها مدامت أرادت حلا فلا ملام عليها بحال من أحوال وهذه سيدة من سيدات نساء العالمين تشوفت للنكاح وتهيأت للخطاب فدخل عليها وجدها مهيأة تظهر جماله هذا قبل النقاب هذا هذا قبل النظور يعني إذا قلنا بوجوب النقاب فتهيأت للخطاب فليس على المرأة من عيب على ذلك فقد فعلت ذلك سبايع الأسلامية وهي من خيرة الناس الفائدة الثانية الرجوع إلى العالم عند الخلاف تفضل حاتم كم وكم تثرينا بفوائدك الغنية الثرية السامية تفضل فيها عمق نقول حتى تأتي بالفائدة الرجوع إلى العالم في عضل المسائل كما قلنا الإنكار بما يعلم المر الإنكار بما يعلم المر حتى لو كان لم يعلم بالنازخ أو المنسوخ أو لم يعلم بمراض رسول السلام الأخير له أن ينكر بما علم لأن أبا السنابل أنكر بما علم قال لا حتى أبلغ الكتاب وأجله والحق بأن مثلا لم يقر قال كذب أبو السنابل وكذب هنا بمعنى أخطأ في لغة الحبشة وأبو السنابل أخطأ فقط في الاجتهاد ولم يقصد كذبا وهذه فيها دلالة على أن الإخبار بما لا يطابق الواقع يسمى كذبا جواز إظهار مكانة العبد نعم 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 ولذلك قد بيّن أن السلام مكانة عمر مكانة أبي بكر مكانة عبد الرحمن مكانة العشرة المبشرين بالجنة نعم ممتاز جواز إظهار مكانة العبد إن لم نقش عليه الفتنة نعم لكن وين اللي شاهد منها من صعود من صعود نعم وفيه رؤية أصلا في المبهلة أصارت نعم هو كان يقول يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بالكتاب تضرب له أجباد الإبل لفعلت نعم ومن الفوائد أيضا أويس نعم أويس أيضا هو ابن مسعود كمان في الباب أفضل دلوقتي الدكتور تامر بقى أحن منه على النساء يقول تتغيرته هو لنام انبطح أرض أنا وقال مراعاة الشريعة لمشاعر النساء فين بقى مراعاة الشريعة لمشاعر المرأة هنا أين هي عندما قال لها تحللت للخطاب نعم نعم سرعة الفاية إلى الله رأي فعلها من الفوائد جواز التزيل للخطاب هيموتني سعيد أنا هيموت فعل هذا الباب فعل ذلك يعني بيكرره أكثر مرة نعم جواز التزيل للخطاب وهذه معناها أنه ممكن يراها يراها بمهنة البيت ولو كان ابن حزم فكانت المسألة أوسع وأوسع وانا دين الله بأنه يرى منها ما يدعو إلى نكاحها وهذا بقى أمر فيه ما فيه من زكاء وفطنة الخاطب إن كان صديقا في الخطبة لا لا باين يا أخ يا أسكندراني باين يا أستاذ كريم وسنقره السرعة إلى التوبة نعم وعدم الجدال بغير علم ممتاز الله يحفظك يا أستاذ كريم رأيت بقى نحن رأينا من الفوائد أيضا تسمية النكاح خير قالت فتيات تطلب الخير وأي خير خير عظيم في النكاح تعاون على البر والتقوى فيه إعفاف فيه أيضا الولد الصالح فخير كل الخير في النكاح اللهم مرزق كل بنتنا يا رب العالمين ممكن يقال لا فضل يقال جواز الاجتهاد في عصر النهو السلم وهذه قالها دكتور تامر أقول الآن جزاء الله خير موافقا عليها نعم جواز الاجتهاد لأنها بستنابل اجتهد الحق أيضا نأخذ فائدة فضيلة الشيخ مصطفى سرعة الرجوع للحق والصواب والبعد عن الخطأ جزيت الجنة يا شيخانا رفع الله مقامك وشكر لك نعم نعتمد هذه الفائدة من فضيلة الشيخ مصطفى أيضا قال جواز الحيلة أشرائية ليس فيها حيلة هنا هي محتالت هي حسبت وفهمت أنها قد تعلت لما تعالت ننفسها أنها قد تحللت للخطاب هل يجوز على المرأة أن تتزين بمساحيق التجميل بالرؤية الشرعية ده عمر دخل في الخط هو كمان ماذا أقول لا لا ليس لها أن تفعل ذلك لأنها عندهم بضرة تبيض السمراء وتحمل الخضراء وهذا فيه ما فيه من الغش لا ليس لها أن تفعل ذلك حتى لا تتحيل عليه ترجمة نانسي قنقر